اكدت سعادة الدكتورة الشيخ رنى بنت عيسى بن دعي أهل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن مملكة البحرين تسخر بالكفاءات من القيادات الوطنية المتميزة نظرا لما تحظى به من دعم يستثمر في قدراتها ومهاراتها وأضفت سعادتها أن معهد الإدارة العامة ومن خلال البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية يسعى إلى تحقيق منظومة عمل مؤسسية موحدة تتسم بالتكامل والتناغم بين مختلف الجهات الحكومية وذلك عبر تقديم فضل المعارف العلمية والتطبيقية للكوادر الوطنية في القطاع العام بما يتوافق مع أولويات العمل الوطني ويدعم في الوقت ذاته مسارات العمل الحكومي تحقيقا للأهداف الوطنية المنشودة جاء ذلك بمناسبة حفل ختام برنامج قيادات ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية الذي تم خلاله تخريج منتسبي البرنامج من الدفعتين الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين وأشارت سعادة الدكتورة الشيخة رانا بنت عيسى إلى أن برنامج قيادات تمكن منذ إطلاقه في عام 2010 ميلادية من استقطاب أكثر من خمسمائة متدرب من فئة المديرين في القطاع العام ومن في حكمهم الأمر الذي يحق أهداف الاستراتيجية للبرنامج والمتمثلة في تطوير قائد وطني ذو فكر استراتيجي تنافسي يمتلك القدرة على تبوء مناصب قيادية عليا في مملكة البحرين نحن اليوم موجودين في معهد إدارة العامة نحتفل بتخريج الدفعة 28 والدفعة 29 برنامج قيادات برنامج قيادات هو جزء من البرنامج الوطني لتطوير قيادات الحكومية هو موجه حق المدراء الموجودين في الجهاز الحكومي طبعا البرنامج الهدف الاستراتيجي مننا هو خلق قيادات منافسة ذات تفكير استراتيجي ونقصد فيها منافسة منافسة على المستوى المحلي ومستوى العالمي البرنامج وادي ركز كثيرا على تحقيق التطلعات الحكومية وتحويلها إلى مشاريع وبرامج وخدمات تخدم المواطنين في مملكة البحرين وأيضا القدرة على الاستجابة حق المتغيرات العالمية والتحديات العالمية التي قاعدت تصير سواء صحية اقتصادية سياسية أمنية الأمور هذه كلها في البداية تقدم بخلص شكر والتقدير لسعادة الشيخ رنام بنت عيسى الخليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة وكل القائمين على المعهد حقيقة دخولنا احنا في برنامج قيادات شكل لنا نقلة نوعية في مجال الإدارة تعلمنا فيها الكثير من الأمور من وضع الاستراتيجيات والخطط للارتقاء بالمستوى الوظيفي وبدورنا احنا كقادة ننقل هذه اللي تعلمناه إلى جميع الموظفين عندنا اللي تم تأهيلهم والاعتماد عليهم في المستقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر